حكوى Revitalizer Therapy العلاج بالماء الساخن للدكتور فارس الحجري مكتشف العلاج بالماء الساخن وفوائده الصحية والعلاجية العلاج بالماء الساخن وفوائده الصحية والعلاجية اللقاءات العالمية جريدة الشبيبة سلطنة عمان الأحد الموافقة 30 من مايو 2010 مسقط مديحة عثمان الحجري الماء الساخن سينهي حرب البشرية ضد الأمراض يرأنا دمج الماء مصدر الحياة مع النار مصدر الصحة يحقق معادلة الحياة الآمنة التي نتطلع لتحقيقها لا يطفئ ضم صيف هذا العام سواء الماء البارد حيث أرتسمت علامات الاستفهام على وجهي حينما طلب فارس الحجري كأسا من الماء الساخن ليروي عطشه لم أتردد في تلبية طلبه كما لم أتردد في سؤاله عن سر وراء هذا الطلب العجيب فكانت إجابته الماء الساخن معجزة وهو ما أثبته بالبحث والتجارب في كتابه معجزة وعجاب العلاج بالماء الساخن وأكدنا حرب البشرية ضد الأمراض قد أنتهى مع هذا الاكتشاف الذي حدثنا عن تفاصله والحكاية في السطور التالية حياة صحية استحل حديثه وقد وضع كأس بجانبه قائلا ألهمت هذا الاكتشاف والماء معجزة وقد رجعت إلى نصوص القرآن الكريم والسنة لأستنبط منهما ما يثبت ذلك وبالفعل وجدت أن الماء ذكر في القرآن ثلاثة وستون مرة وهناك آيتان ركز الله تعالى فيهما على منافع الماء وهي قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون ثم تأتي مسألة الماء الساخن حيث وجدت أن العديد من الشعوب في العالم بخاصة الشعوب شرق أسيا كانت تولي اهتماما كبيرا لمسألة شرب الماء الساخن والأمراض الموجودة في الوقت الراحم لم تكن بوادرها قد ظهرت في تلك الفترة إلا أنها حينما اتجهت إلى شرب الماء البارد ظهرت أمراض عديدة هاجمت أغلبها أطفالنا ويواصل شرح أهمية الماء الساخن لتحقيق معادلة الحياة الصحية فيقول من خلال عدة بحوث ودراسات أخرى أجريتها على عدات الشعوب القديمة وجدت أن العديد منهم كان يقدس النار وتأملت في الدراسات الحديثة فوجدت الحث الدؤوب من قبل العلم الحديث على التعرض لأشعة الشمس ساخنة بطبيعتها كونه نجما مشتعلا وبالقياس بين الأثنين وجد أن دمج الماء مصدر الحياة مع النار مصدر الصحة يحققان معادلة الحياة الصحية التي نصب لتحقيقها وأجزم أن الماء الساخن سيدهي حرب البشرية ضد الأمراء رب ضارة النافعة وعن مسألة الإلهام التي ظل يكررها مرارا سألناه عن سرها فأجاب ترأي لي في المنام ذلك أقصد مسألة العلاج بالماء الساخن وتكررت أمامي الآيات القرآنية التي ذكرتها سلفا وعتبر تلك الرؤية إلهاما وحبة من الضحة تعالى إذا دعوته حين كانت والدتي على فراش الموت عقب صراع مرير مع سرطان الرحم دفعيها إلى درحال سعي وراء العلاج على مدى طفولتنا التي قضيتها في بيت عمي وقضاها أخوتي في بيت أهلي ويهبني شيئا يكون سببا في علاج الناس من مختلف الأمراض لذلك حين ترأت لي تلك الرؤية حول الماء الساخن تيقنت أنه العلاج الذي سيكون سببا في الشفاء العديدين من الأمراض ويضيف كنت أول من جرب العلاج بالماء الساخن حين تعرضت للأمونيا وهي مادة تصدرها أجهزة وألات المسخة وصبت بمرض الربو الحاد فأخترح علي الأطبع استخدام البخاخ الذي كان يسبب لي صداعا حادا وعلاجا بديل غالية الثمن وخلال تلك المدة بدأت تلك الرؤية وبدأت بشرب الماء الساخن وتعافيت تماما من المرض بشهادة طبيبا مختص دون استخدام أي تعقاق طبية ويواصل حديثه قائلا لم يتوقف الأمر عندي بل تعافت زوجتي وحماتي من الأمراض التي كانت تعاليا منها مثل الضغط وألام المفاصل ومن يومها أخذت على عاطقي مسؤولية إجراء المزيد من البخوث والدراسات للتأكيد على أعمية شرب الماء الساخن وإثبت مقدرته على علاج العديد من الأمراض وبالفعل وفقت في إثبت ذلك وذكرت التفاصيل في الكتاب أمراض شفيت وعن الأمراض التي شفيت بإذن الله بعلاج الماء الساخن بعد التجارب والأبحاث فهي كما يقول الربو والضغط الدم المرتفع وفقر الدم والصدع النصفي وألام الضهر والحجارة في الكليا وعدوة المسالك البولية وارتفع الكوليسترول في الدم والروماتيزمة والتهاب المفاصل والسكتة الدماغية جراء الحوادث والضعف الجنسية بالإضافة إلى التسمم الغذائي والأرق وأثار البرد من إنفلوانزا وحما كما يقضي على السمنة ويقوي الذاكرة ويعالج القرحة والحرقة والإمساك والأركنسونية وتساقط الشعر كما أثبت علاجه لسائر الأمراض الجلدية بالإضافة إلى نوع واحد من أنواع أمراض السرطان والأبحاث جارية على بقية الأنواع وأخيرا أمراض القلب طريقة العلاج وحول الكمية التي ينصح بشربها فهي بحسب ما يقول الحجري يفضل أن يشرب المريض كأسا إلى كأسين من الماء الساخن فور استيقاظه من النوم يتبعوهما بكأس إلى كأسين بعد غسل أسنانه وقبيل تناوله وجبة الأفطار أيما مجموعة ثلاثة كؤوس تقريبا من الماء في الصباح وكأس من الماء الساخن قبل 15 إلى 30 دقيقة من تناول الطعام وأنصح بشرب كأسين إلى أربع كؤوس من الماء خلال فترة المساء وكأس من الماء قبل الخلود إلى النوم على أن تصل كمية الماء في الكأس 240 إلى 300 ملي ودرجة حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية بمعنى أن تكون ساخنة بما يكفي ليشعر به وقابلا للشرب غير ساخن إلى حد يستعصر على الفرد شربه وختاما يرود على من يشكك بما قدرت الماء الساخن على العلاج قائلا المشككون هما من أصحاب العققير الطبية والأعشاب التي تحتوي على نسبة الأثار الجانبية تظهر على المريض مع مرور الأيام وما قامت حرب التشكيك ضد إلا ليقينهم أن الماء الساخن سيصرف الكثيرين عن شراء تلك العققير والأعشاب فالماء إلى جانب كونه في متناول الجميع فهو علاج خالي من الأثار الجانبية للكماويات وحقيقة هي حروب لا ألتفت إليها بل على العكس واصل سعيه لأصل إلى الناس جميعا بغية أن أكون سببا في تخلصه من الآلام حتى لا يمر غيري بالظروف الصحية التي مررت بها وأهلي والله من وراء القصد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يرجى التكرم بالآتي تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة للدكتور فارس الحجري نشرها على معارفك ليستفيدوا كذلك تسجيل ملاحظاتك ليستفيدوا الآخرين تسجيل تجربتك فهناك الكثير ممن يؤمن بالتجارب الآخرين أخوكم دكتور فارس الحجري اشتركوا في القناة شكرا